اشتركوا في القناة الفين واربعة عشر وضاعت فيما بعد مسؤولية صرف رواتبهم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي يبلغ عدد الموظفين المدنيين بحسب تقرير حديث اصدره مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي خمسمائة واربعة وتسعين الفا في نطاق سيطرة الحوثي ورغم انقطاع الرواتب الا ان المركز الاقتصادي قدر النفقات العامة للحكومة الشرعية بسبعمائة مليار ريال في الوقت الذي تصل فيه حجم الارادات الضريبية والجمروكية التي سطت عليها ميليشيا الحوثي الى اربعمائة مليار ريال يعد وضع الموظفين المدنيين في نطاق الشرعية افضل نسبيا وفق التقرير من وضع الموظفين في نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي حيث يدخل الموظفون في مناطق الحوثي شهرهم التاسع عشر دون مرتبات خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والتعليم بينما يتسلم الموظفون في نطاق الشرعية رواتبهم تقرير الاعلام الاقتصادي يشير الى تراجع الحد الادنى للاجور في اليمن الى اقل من خمسة واربعين دولارا في الشهر في ظل تراجع مخيف لسعر العملة وارتفاع جنوني للأسعار لا تنحصر الاضرار الناتجة عن انقطاع الرواتب على الموظفين فقط بل ادخلت ازمة الرواتب وفق التقرير ما يزيد عن ستة ملايين مواطن في دائرة الفقر الشديد في ظل انتشار ما وصفه مركز الاعلام الاقتصادي وحالة التجاهل والمبالاة من جميع الاطراف لهذه الازمة الانسانية الخطيرة